النهاردة الحقيقة رحل عن عالمنا واحد من ايقونات التولى التدريب النادي الاهلي اسم كبير جدا في عالم التدريب ديتريتش فايتسا المدير الفني السابق للاهلي واللي تولى كمان مسؤولية منتخب مصر ديتريتش فايتسا توفى عن عمر يناهز 86 عام وزي ما ذكرت صحيفة كيكر الالمانية خبر وفاة مدرب الاهلي اللي تولى المسؤولية مسم 89-90 ويمكن في الفترة التي تولى فيها مسؤولية النادي الاهلي كان فايتسا نجح في قيادة الاهلي للتتويج بصناقية الدوري وكاس مصر والكاس أفرو السيوية للأندية واتنقل بعدها عشان يدرب منتخبات مصر سواء المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي بعد رحيل كابتن محمود الجهري طبعا بعد المونديال الشهير منديال 1990 لكن للأسف يعني رحل الألماني عن تدريب الفرعنة سريعا بعد أداء ضعيف قدمه في بطولة الألعاب الأفريقية لاستضافتها مصر كانت آخر محطات التدريبية لفايتسا مع منتخب ليشنشتاين سنة 96 والحقيقة يمكن هو كان ليه مشوار ناجح جدا يعني فيتسا الحقيقة سواء كنا نتكلم على الدوري الألماني أو الاتحاد الألماني للكرة القدم يمكن كانت أكتر أو أبرز أو أهم من نجاحاته كانت الفوز بالكاس مرتين مرة مع انتراكت فرانكفورت في سنة 74 و سنة 75 كمان تحت قيادته تأهل فرانكفورت لسنة 76 لنصف نهائي في كاس الكؤوس الأوروبية والأسف خسر في الدور ده على يد ويستهام يونيتد قبل ما ينجح في أنه يقود منتخب ألمانيا للناشئين بداية من 78 ولغاية 1983 وفاز ببطولة أوروبا وكاس العالم للناشئين يمكن كنت بقولك وأنا بشوف فيتسا يعني عمل إيه لقيت أنه الحقيقة كمان رائد ومفكر الحقيقة ودخل فكر جديد للكرة المصرية ويمكن هو اللي دخل طريقة لعبة 352 اللي ما كانتش الكرة المصرية عارفها قبل كده وقدرنا بعد كده أن احنا نحقق نجاحات كبيرة قوي في الكرة المصرية بالطريقة دي وحتى بعد كده المنتخب بالطريقة دي قدر أنه ياخد بطولة أفريقيا أربع مرات يعني فكر مش مجرد مدرب يا أحمد طبعا فيتسا وهم عموما يعني المدربين الألمان مع النادي الأهلي هم الألمان الحقيقة مدرسة في كرة القدم عموما يعني مش بس باتكلم على فيتسا لكن الألمان ليهم مدرسة وليهم منهج كده في تعامل مع الكرة القدم على وجه التحديد بشكل مختلف تماما عن العالم كله ويمكن على الرغم من أنه ألمانيا ما عندهاش الكم الكبير جدا من المهارات لكن عندهم قدرة على النجاح في إدارة اللعبة بشكل كبير جدا وده يترجم بشكل واضح في إنجازات المنتخب الألماني والأندي الألمانية على مستوى طبعا القارة الأوروبية لما نجي نقارن ألمانيا على مثلا على مستوى المواهب مع بلد زي الأرجنتين مع بلد زي البرازيل نلاقي مع دوريات قوية زي الدوريات الأسبانية زي الدوري الإيطالي هنجد أنه لا هم مش في ترتيب متقدم قوي لكن لما نجي نقيس حجم الإنجازات اللي بتحققها منتخبات ألمانيا وأنديت ألمانيا على مستوى العالم لقيهم الحقيقة أنهم يمكن دايما بيحتلوا الصدارة وده يعود لفكرهم في إدارة كرة القدر